المنطقة المحرومة منذ السنوات المنطقة المحذوبة من على خارطة الإنماء عكار لمن لا يعرف من هي عكار حرمان في قتول الحرمان في قتول الحق المهدور في قتول إنه هي المنطة الوحدي اللي مأخذت حق أبو نزول لاباية المنطقة هل تتحمل بلدين بسوية هذا الحرمان؟ أكيد البلدين هذا جزء كبير من المسولية وما بس البلدين حتى الشعب كمان له المسولية إنه مع طالب بحقوقه كمان في الدولة والهي بتقديل البارت الأكبر من المسولية شو تكون بالبلدين الجديدين في هاي السنو؟ المجاية الجديدة؟ أن تتعلم من أخطاء البلدين السابع وتكون عريبة أكتر من الشعب كمان تحاول تطلب من الدولة القيام بمشاريع أنمائية أكتر من البلدين الآن العقارة التي تخطر على بالك المجتمع الزراعي العراق القصير الذي من وراء الزراع يوصل إلى كفة المجالات من طب وعندسي وفقوق ومهون وكافة المجالات وقدر يوصل إلى كل طبقة المجتمع في الوقت زاده ما فيه إلا ما يخطر على بالك الحرمان التي عطيش في هذه المنطقة التي لم أحد أن يطبع فيها أبداً لما بتحكي بها الكمية الكبيرة للحرمان لا يمكن أن تحمل المسؤولية لبلدين لأن البلدين لو سهلت ولو دعبت كثير لا ستقدر تغطي كل هذه الحرمان إذا لم يكن هناك تمويل كافي من الدولة والحكومة واللفتة من كافة الجهة المعنية بالأمماء وتطويرها المنطقة أكارة بالميدي أكارة أول مرأس ما فيه مباركة نشير صوري وفيرتنا شكرا شكرا شكرا